مان معانا المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسقية الشباب والسياسيين بش مهندس مساء الخير اود يعني حياة انا من خلال معشرتي لزملائنا في تنسقية الشباب في مجلس النواب اجد ان هناك يعني اداء برلمانيا رفيع المستوى يعبر عن خلفية فكرية وثقافية وسياسية اود ان اسمع منك عن هذه الخلفية اعداد الشاب قبل ان يدفع الى موقع تنفيذي او يكون عضو في مجلس نيابي بالتأكيد سيد مصطفى تحياتي لحضرتك طبعا ولوسط البينامج وكل المشاهدين حضرتك احنا بالشعل لازم نأكد على ان احنا جيل نحسب ان خطنا جيل محظوظ ان اتحت له بعض الفرص اللي ما كانت متوفرة لكده من التأهيل وايضا التمكين بشكل قاطع يمكن حضرتك تتحدث عن زماننا في مجلس النواب او في مجلس الشيوخ بالفعل بيكون هناك مجهود ضخم جدا من الاعداد والتأهيل يعني سواء عن مستوى الشخصي او حتى الاعداد عن مستوى ما يتم داخل المجلس يمكن حضرتك تتكلمني النهاردة بالمصادفة احنا بننفس برنامج النهاردة اللي زملائنا فيه اعضار تنفيقية متمثلة في اكتابهم العديد من المهارات يمكن النهاردة في محاضرة او في برنامج تدريبي في موضوع دي صنع او مهارفان صنع واتخاذ القرار وغيرها من المهارات والتدريبات اللي بتتم علشان بكل وقت نكون قدرنا نكتسب المجيد من المهارات اللي تساعدنا ان احنا نكون في الصورة المثلة وفي الفعل قادرين ان احنا نقوم بمهامنا على اكمل وقت صنفقية شابة حزاب السياسيين كانت ومازالت قادرة انها كل يوم تترك اثر شهادة حضرتك شهادة نعتزد بها بكون حضرتك خبير في العمل البرلماني ليس ازيل فترة ولكن تاريخ حضرتك كبير جدا وكل زملائنا من اعضاء المجلسين لمن لهم باع في العمل البرلماني بيشيدوا بهذا الاداء وده شيء يدعونا دائما للفخر وكمان بيحملنا مسؤولية ضخمة ان احنا نحافظ على ده وان احنا فعلا نكون على قدر المسؤولية بنقول ان الشباب دلوقتي اتحت له فرصة وان شاء الله يستثمرها بشكل كبير جدا لان بالفعل احنا محتاجين نأكد ان الشباب قادر ان هو يقود ان هو يكون يعني في طريقة اوقاترة للتنمية اللي بتتحقق في هذا العصر تحت القيادة السياسية الرشيدة اللي موجودة قادرين ان احنا نكون عند حص نظام وبالتأكيد بتتعاون مع السيدة من الخبرات الموجودة والخبراء الموجودين زي حضرتك شكرا لك المهندس محمد سبايا عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب والسياسيين اشتركوا في القناة